هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات الخاصة مع أعضاء مجلس النواب التعديلات المطلوبة بتهدف إلى شيء رئيسي وهو تنمية موارد الدولة لسد العجز اللي ببقى موجود في الموادنة العامة في الدولة وبيتحمله المواطن البسيط ونحن عارفين أن الموادنة العامة في الدولة يعني جزء كبير جدا منها من موضوع الدرائب ويمكن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المشروعات اللي بتقدمها الحكومة بيتطلب طبعا يعني عايز ملاءة مالية تقدر أن الحكومة تغطي هذه الخدمات اللي بتقدمها للمواطن البسيط عايز أقول أن هذه التشريعات وهذه التعديلات بتصب في صلاح تنمية موارد الدولة وفي النهاية بتعود على المواطن المصري البسيط اتعرض خانون ثلاث قوانين متعلقة بالضريبة الحالة بدأت كلمتي في المجلس بأن مصر حاليا بتواجه تحديات كبيرة جدا وفيه ظروف استثنائية العالم كله بيمر بيها ومصر من ضمن الدول اللي بتعاني اقتصاديا بسبب الظروف الدولية وقلت أن الحقيقة الدولة بتتحمل عيب كبير جدا في دعم السلعة التامونية أو فيه المبالغ الكبيرة بتفعها فيه التكافل والكرامة والحمية الاجتماعية اللي الدولة بتعملها للفئات الغلابة اللي موجودة في مصر وإن هذه المهام الحقيقة لها تكلفة والموازنة العامة فيها عجز كبير جدا الحقيقة والدولة بتحاول تشوف مصادر تمويل لعسد هذا العجز الحقيقة القوانين التلاتة بتعادلاتهم لا يمسوا المواطن الفقير ولا حتى المتوسط الحال كل الزيادات عشان نطمن المواطن الحقيقة ونقوله كل الزيادات اللي جاية على سلع فعلا المواطن عندنا ما بيستخدمهاش موافقة مجلس النواب على قرار السيد رئيس الجمهورية بحالة الاتفاقية والمنظمة الملاحة البحرية لمجلس النواب وتم الموافقة عليهم مجلس النواب وسننتظر تصديق السيد رئيس الجمهورية أنا شايف أن الحقيقة اللي انضمام لهذه المنظمة مهمة جدا خاصة أن مصر هي العضو رقم 26 المنضم لهذه المنظمة وبالتالي أصبحت مصر الآن عضو في مجلس إدارة هذه المنظمة اللي ستدير كل ما تعلق بالشأن البحر خلال الفترة القادمة ونعلم أننا لدينا الكثير من المواني المصرية الهامة الآن التي تستقبل السفن العملاقة ولدينا خناة السويس ولدينا البحر الأحمر شاطئ البحر الأحمر المتوسط والمواني البحرية الكثيرة الحقيقة الانضمام لهذه المنظمة في هذا التوقيت وعضوية مجلس إدارتها مش مجرد انضمام عضوية مجلس إدارتها والالتزام بالمساهمات البسيطة الحقيقة بتلتزم بها الدول الأعضاء قبل أن يصل العدد إلى 100 أو 120 فده يؤكد على أن الدولة المصرية عزمة على تطوير الملاحة البحرية والنقل البحري وأيضا أن يكون هناك لدينا دافع لأن تكون مصر دائما رائدة في مجال المواني البحرية